هجوم عنيف شنه النائب عن الديوانية علي البديري على مفوضية الانتخابات في المحافظة كاشفا عن وجود صفقات واتفاقات تحت الطاولة وإجبار الموظفين على كتابة تعهدات بأن يكون الولاء لبعض الأحزاب والجهات السياسية مقابل مناصب مغرية تمنح للموظفين أخذ تعهدات على الموظفين في مكتب الديوانية حتى يكون هذا الموظف في هذا المكتب موالي بشكل كبير لجهة سياسية لها حضور بالانتخابات القادمة ومن ضمن هذه المساومات التي تعطى لهذا الموظف هو إعطاء مراكز ومناصب مهمة في مكتب الديوانية البديري وفي تصريحات للحرة كشف عن وجود تحركات لتزوير الانتخابات القادمة من قبل بعض الأحزاب الإسلامية التي فشلت في تسويق البرامج الطائفية والدينية مما جعل أذرع هذه الأحزاب تمتد إلى الموظفين في مفوضية الانتخابات الشعارات الدينية فشلت الشعارات الطائفية فشلت وبالتالي أمامها خيار وهذا الخيار كلش خطير هو خيار التزوير وبدأت تعمل من الآن وبدأت الأذرع أذرح هذه الأحزاب والمكونات تتحرك على الموظفين البسطاء الموجودين في مكاتب المفوضية ورغم محاولاتنا الكبيرة لأخذ رد على هذه الاتهامات إلا أن مفوضية الانتخابات امتنعت عن التصريح بذريعة عدم امتلاكها صلاحية الرد حسب تعليمات مجلس المفوضين ويرى مراقبون أن تفشي الفساد والمحاصصة ألغى وجود هيئات مستقلة في العراق الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة العراقية حتى التي تسمى مؤسسات مستقلة أصبح هناك عدم يقين وعدم استقلال لهذه المؤسسات وبالتالي عدم ثقة في كل ما يحدث على الساحة العراقية الحرة استطلعت آراء المواطنين حول استقلالية المفوضية وأداء الأحزاب السياسية والوعود التي تقدمها مع اقتراب الانتخابات نظرة بسيطة إلى هيكلية المفوضية نجدها متكونة من أحزاب أيضا حصص مثل البرلمان من يقول يا با الكيك الحراق وقسمنا ما معناه ترى إحنا إجيانا الأحزاب وقسمنا البلد خيرات البلد مناصب البلد وزارات البلد حكم البلد إبياناتنا إذا أنت تريد تروح على الشيئ لها إذا مو من حزب أو كتلة ماكو ما حد يستقبلك سخونة المشهد السياسي يبدو أنها بدأت مبكرا وسط شكوك كبيرة تراود المواطنين عن نزاهة الانتخابات القادمة في ظل وجود نظام المحاصصة وطبق سياسية تمتهن الحيلة الشرعية لمرشحيها كما يقول مراقبون من الديوانية ميثم شباني الحرة اشتركوا في القناة